شارك مئات الأشخاص في موكب تشيع في بيروت لعدد من قتل انفجارات الاتصال التي يستخدمها مئات من أعضاء الحزب في وقت واحد تقريبا في لبنان وسوريا أدى هذا الهجوم إلى مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا بينهم طفلان وإصابة آلاف آخرين فيما حمل حزب الله إسرائيل مسؤولية الانفجارات القاتلة التي أظهرت علامات على أنها عملية مخطط لها منذ فترة طويلة